أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية وذلك في أقرب وقت ممكن وخلال اجتماع لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولي عبر عقود حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار تمول مشروعات حيوية في مختلف جوانب التنمية في مصر من جانبهم استعرض ممثل البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها مجال الحماية الاجتماعية بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار